اشتركوا في القناة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين في فاتحة هذه المجالس المباركة نتذاكر معا عن المقصود من هذه المجالس يقول رب العزة سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا تأملوا هنا يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الكلام هنا عن الإرادة من كان يريد العاجلة ثم يقول سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة مصيرنا جميعا في هذا الوجود ارتبط إذا بما نريد أحوالنا مآلاتنا سعادتنا أو الشقاوة الرضا أو الغضب الفلاح أو الخيبة كلها تتصل بما يريده الواحد منا من هذه الحياة هذا التقسيم الذي جعله الله عز وجل فارقا بين السعادة والشقاوة بين الجنة والنار بين الرضا والغضب ارتبط بما يريده كل منا من حياته وجعل الله سبحانه وتعالى مجرد إرادة الدنيا سببا في حصول الخسران وحصول العذاب والغضب مجرد إرادة الدنيا ثم جعل إرادة الآخرة مقرونة بالسعي الذي يترتب على هذه الإرادة منذ زمن ونحن نسمع الحديث عن إرادة الدنيا 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 أهل الدنيا وأهل الآخرة ما المقصود بالدنيا التي يتحدث عنها بأن إرادتها من عاش وهو يريد من عيشه الذي يعيشه هنا أن يتحصل فقط على الدنيا ما هو المقصود بكلمة الدنيا المذمومة هل هي الطعام والشراب واللباس هل هي المركب الذي يركبه أحدنا سيارة أو طيارة المنزل الأثاث المال الذي يحصله هل حصول هذه الأشياء يجعل أحدنا مريدا للدنيا فيكون بذلك متعرضا للغضب الآخرة ما المقصود من إرادة الآخرة هل المقصود من إرادة الآخرة ألا يكون لنا نصيبا أو صلة بالدنيا قط هذه معاني يترتب عليها منهج حياة نعيشه يترتب عليها شيء يسمى السير إلى الله سبحانه وتعالى هذه المجالس سيكون حديثنا حول السير إلى الله حول إرادة السير إلى الله حول إرادة الوصول إلى الله حول إرادة نيل رضوان الله حول إرادة الآخرة على حقيقتها فكل في هذا الوجود مريد إما أن يكون مريدا للدنيا منقطعا بها لها وإما أن يكون مريدا لله للوصول إلى الله ورضوان الله حديثنا في هذه المجالس سيكون عن مسلك الإرادة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن نستعرض ما سيكون في مجالسنا المقبلة من تسلسل في قرع أبواب التعرف على معنى الوصول إلى الله كيف نصل إلى الله عز وجل كيف ننال رضوانه دعونا نفهم أو نتفهم المقصود من ضد ذلك من الشيء الذي نهان الله عنه إرادة الدنيا ما المقصود بإرادة الدنيا التي وصل التحذير منها إلى الحد الذي ينذر الله عز وجل العبد فيه بأنه بمجرد أن يريد الدنيا أن يصبح مريدا للدنيا فهو مذموم فهو في النار فهو مبعد ما المقصود هنا بالدنيا يقول العلماء الدنيا هو كل ما وجد على هذه الأرض في هذا العالم مما تتناوله يد الإنسان وما دام الأمر يتعلق بما يريده الإنسان مما يتعلق بحياته في هذه الأرض فأين وجه الذنب أن تتعلق أو يتعلق قلبك بأنك تريد أن تلبس أن تأكل أن تشرب أن تنال سيارة تركبها هذا الأمر ناله ساداتنا الصحابة بما يتناسب مع زمانهم ركبوا الدواب وسكنوا البيوت ربسوا الثياب وأكلوا الطعام التابعون تابعوا التابعين أكابروا الصالحين والصالحات من الأمة عاشوا هذه الحياة المقصود بالمذموم من إرادة الدنيا بالخطر في إرادة الدنيا أمران الأمر الأول تعلق القلب والأمر الثاني إشغال الجسد بما تعلق به القلب الأمر الأول تعلق القلب بمعنى أن يعيش الإنسان في هذه الحياة وليس له مقصود ليس له هدف إلا أن يتمتع فقط بهذه الدنيا إلا أن يعيش لها ثم يترتب على هذا أن وقته جهده فكره ماله الجسد موظف لهذا المقصد هنا تأتي الإشكالية ماذا يحتاج الإنسان من هذه الدنيا ما هو الأمر الذي يجعل الإنسان يشغل وقته يشغل فكرة يشغل قلبه بهذه الحياة التي يعيشها قالوا حقيقة ما يحتاجه الإنسان طعام يقوى به بدنه على الحياة لباس يستر به عورته يكنه من البرد مسكن يأوي إليه هو ومن معه حقيقة ما يحتاجه كل إنسان في هذه الدنيا مسلم كافر كبير صغير رجل امرأة عاقل ضد العقل مجنون كل إنسان في هذه الحياة يحتاج إلى ثلاثة أشياء من الدنيا طعام يقوى به على استمرار جسده في الحياة مأوى يؤوي يضمه ثياب تستره لما كانت هذه الأساسيات لكل ما يحتاج إليه الإنسان من الدنيا ترتب على هذه الأساسيات أن عقل الإنسان وفكر الإنسان منذ زمن قديم انشغل بما يترتب على هذه ثلاثة الأشياء الطعام جعله يفكر في الزراعة جعله يفكر في الصيد في الرعاية رعاية الغنم الماشية اللباس جعله يفكر في الغزل في النسيج فيما تطور بعد ذلك وتحول إلى مؤسسات وشركات وخياطة وتسويق ومحلات للألبسة هذا التطور المتأخر السكن جعله يحتاج إلى صناعة إلى عمالة هذه المتطلبات التي احتاجها الإنسان توسعت قليلا جعلت الإنسان يحتاج إلى علاقة بينه وبين الإنسان الآخر ليحصل هذه الأشياء التي يريدها من الحياة جعلت الإنسان يفكر أن أحتاج أن أتعامل مع المزارع إن لم أكن مزارعا أحتاج أن أتعامل مع الخياط إن لم أخط بنفسي أحتاج أن أتعامل مع البناء الآن مع المهندسين مع الشركات مع المقاولات ترتب على هذه الحاجة علاقات بين البشر هذه العلاقات بطبيعة البشرية حصل بسببها اختلافات في وجهات النظر وتوافقات في وجهات النظر هذه الاختلافات تطورت بين البشر تحولت أحيانا إلى نزاعات فيما بينهم إلى خصومات تحولت بعد ذلك إلى قتال بعض الخبائل يتقاتل مع بعضها البعض من أجل قطعة الأرض التي يزرعونها أو أصحاب المواشي وهذا إلى اليوم في القرن الخامس عشر الهجري أو الواحد العشرين الميلادي يتقاتل الأناس على راعي مواشيهم في أماكن متعلقة بالزراعة تطورت أكثر اليوم يتكلمون عن أزمة المياه وعن أزمة الغذاء أصبحت المسألة محل نزاع بين البشر هذا النزاع بين البشر وتصاعد الاختلافات بين البشر ترتب عليه حاجة جديدة متعلقة بالدنيا وهي حل هذه النزاعات تسوية النزاعات ترتب على ذلك قوانين قضاء حكومات ترتب على ذلك نظم يعيشها البشر مع بعضهم البعض هذه تطورات هذه التطورات أثرت في نفس الإنسان في نفسي أنا في نفسك أنت وفي نفسك أنت ترتب على هذه التطورات أن القلب صار ينشغل العقل صار ينشغل صار ينشغل بالتفكير في التدبير كيف أنال هذا وأحصل على ذاك كيف التاجر الفلاني لا يغشني في البضاعة التاجر كيف أنتزع المال أكثر صار الإنسان تمر عليه أوقاته وقلبه معلق بشؤون الحياة ومعافزة ومعافزة الاختلافات بين البشر على ماذا؟ على هذه الدنيا نشأ في ذلك شيء في القلوب نشأ في القلوب شيء اسمه الكراهية بين الناس الكراهية تطورت نشأ بسببها شيء اسمه الحسد صار هذا يحسد الآخر لماذا عنده؟ لماذا استطاع أن ينتزع مني كذا وكذا؟ الحسد رافقهم إشكال آخر وهو الكبر شعور الذي يتقن أنه أفضل من الذي لا يتقن الذي صار عنده حصيلة أكبر من المال صار يشعر أنه أقوى وأقدر وأعظم وأجل من الذي ليس عنده هذا المال الذي استطاع أن يجند مجموعة من البشر حواليه صار يرى لنفسه الفضل على غيره صار يتكبر على الآخر صار يحصل في نفس الإنسان شيء اسمه العجب الشعور بالذات بتفكيري بعقلي بتدبيري بدأت أمور تترتب في نفوس البشر بناء على صلتهم بهذه الدنيا أيضا نفوس البشر لما بدأت تتمتع وتتلذذ بالدنيا التي تتحصل عليها كانت المسألة كيف أجد طعاما حتى أستمر في الحياة طعام تقوم عليه حياتي لباس يسترني يكنني من البرد بيتي يؤويني أنا وأهل بيتي تطورت المسألة أكثر صارت ألوان الطعام والخيارات بين ألوان الطعام وأصبح الإنسان يميل بشتشفيه نفسه تشتهي تريد هذا النوع من الطعام ثم إذا رأى غيره من الناس استطاع أن يستحدث نوعا آخر من الطعام مد عينه إلى الذي في يدي غيره أصبح يشتهي ما عنده غيره أصبح حظ النفس وهو التلذد بهذا الأمر الثياب تطورت من شيء يستر العورة يستر جسد الإنسان يميز الإنسان عن الحيوان تحولت من شيء يكسو الإنسان يكنه من البرد إلى نوع من النظر إلى ما عند الآخرين فلان لبس الثوب شكله كذا اختلف عن الثوب الذي عندي فلان صار الغطاء الذي يلبس الثوب أو البنطال الذي يلبس شكله كذا ثم صارت شركات تصدر لنا أنواعا من الملابس هذه الأنواع من الملابس صارت بسببها العقول والقلوب تنشغل بتمتع بهيئة من اللباس أكثر صارت بسبب ذلك أوهام في عقول للناس صارت الناس تفكر قيمة الفلان أو هذا فلان له قيمة كبيرة لماذا يلبس من الشركة الفلانية التي تصنع كذا وكذا فلان ما شاء الله حضرت في الثوب مبهر في المناسبة الفلانية ثم رأتها في المناسبة الثانية لبس الثوبا يبهر أكثر من الثوب الذي قبله ترتب على ذلك ماذا؟ صارت هناك اعتبارات بين البشر صارت منازل البشر بينهم البين ترتبط بماذا؟ بما كان في الأصل حاجة يحتاجها الإنسان كان يحتاج الإنسان إلى مسكن يؤوي صار يؤوي إلى المسكن ثم بدأ يفكر أكثر أريد تعدد الحجرات ثم أريد مكان للضيوف ثم أريد حديقة في داخل منزل يأتنزه إذا نظرت إليها ثم أريد بركة نغتسل فيها أنا وأولادي نسبح فيها وبدأت المسألة تتوسع ثم شكل البيت ومنظر البيت لا أريد رخام من نوعي كذا ما يسمى اليوم بالديكور أو هيئة البيت تطورت المسائل وبدأت تؤثر في ماذا؟ في اعتباراتنا نحن كبشر في نفوسنا في تعاملاتنا الإشكال ليس في الرخام ليس في نوع البيت سواء كان من الطين أو من الحجر أو من الرخام أو من الإسمنت الإشكال ليس في الثياب لونها أخضر أو أحمر أو من قماش من صوفي كذا أو من خطني كذا أو من شركتي كذا ليس في طعام هذا ألذ أو ذاك ألذ الإشكال في تفاعلي أنا مع هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر